اشهد معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب بما تحقق من انجاز حقوقي جديد لمملكة البحرين وفق تقرير حقوق الانسان والديمقراطية الصادر عن الخارجية البريطانية والكومن ويلث واكد معاليه ان التقدم المستمر والتطور المتواصل الذي تشهده المنظومة الحقوقية الشاملة لمملكة البحرين هو ثمرة التوجيهات والرعاية الملكية السامية من لدن جلالة الملك المعظم ودعم ومتابعة سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء والجهود الحكومية الحثيثة في هذا المجال الحيوي واضاف معاليه ان ما تضمنه التقرير البريطاني من اشادة بالانتخابات البرلمانية وما شهدته من زيادة الاقبال على المشاركة وزيادة المشاركة النسائية تؤكد المنهجية الرائدة والرؤية الثاقبة من القيادة السامية والارادة الشعبية الحرة في ممارسة الحقوق بشكل دستوري وحضاري موضحا معاليه ان ما تتمتع به مملكة البحرين من تقاليد راسخة وممارسات ثابتة يعد نموذجا رائدا في ابراز الرسالة البحرينية الانسانية للعالم اجمع ترجمة نانسي قنقر